كان الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قد استقبلا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بقصر المؤتمرات لحضور الجلسة الافتتحية للقمة الثامنة لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية الأفريقية كادا ثمانية نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا وأعرب الرئيس التونسي عن سعدته بالمشاركة المصرية رفعة المستوى في القمة فيما وجه مدبولي التهنئة للرئيس التونسي على النجاح لاستحقاق الدستوري بالاستفتاء على الدستور التونسي الجديد متمنيا لتونس الشقيقة دوام التقدم والاستقرار